افتتحت منذ قليل الدورة التاسعة والعشرون لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والتي تحمل اسم المخرج المسرحي الإنجليزي بيتر بروك وهذا المخرج توفي في باريس في يوليو الماضي عن عمر ناهز المائة عام تسمر فعاليات المهرجان حتى الثامن من سبتمبر الحالي وهو برئاسة الدكتور جمال يقود هذا المهرجان اللي أصبح علامة فارقة في تاريخ مهرجانات المسرح نجح في أنه يكون حلقة وصل بين تجاربنا المسرحية والتجارب العالمية الجديدة والمتمردة على القوالب تقرير التالي بيقدم لمحة عن هذا المهرجان دكتور جمال يقود رئيس المهرجان اختص برنامج العشرة باللقاء ده من كواليس المهرجان قبل انطلاقه يمثل الدعوة إلى التطوير والتجديد وتقديم أشكال مغيرة للثابت والمستقر والمألوف يمثل إعادة مكانة مصر التي تبوقتها من سنوات وحصل طبعا اضطرابات وتغييرات وكورونا وحاجات فاحنا بنقول ان احنا مصر دايما جاهزة للعودة في أي وقت العروض المسرحية بقى فيه ثلاث أشكال للمسابقة المسابقة الرسمية ومسابقة العروض القصيرة ومسابقة العروض التجريبية اللي بتقام في النادي المسح التجريبي في المحافظات مسابقة للنصوص التجريبية القصيرة وكمان عندنا مشروع نشر الرسائل العلمية اللي أعتقد انه أحد أهم من مشروعات التي تبنت إدارة المهرجان هذا العام بأن تنفض الغبار عن هذه الإبداعات الأكاديمية وتنصرها كي يستفيد منها المجتمع احنا النهاردة ما بقاش في حد عنده نفس انه هو يعد ثلاث ساعات يتفرج على المسرحية فاحنا قلنا لازم نساير روح العصر عصر ربع ساعة بيحمل قيمة وفكرة والحقيقة انه ده في رأيي او في ظني هو أصعب من العروض الكبيرة لان انت مطلوب منك في زمن قليل انك تقدمي فكرة متكملة العروض المسرحية القصيرة تم وضعها السنة دي كفكرة في المهرجان علشان نساير روح العصر السرعة بنفس المنطق احنا عايزين يبقى فيها عندنا عروض قصيرة فاحنا استحدثناها هذه السنة علشان نقول ايه ايه اللي محتاجه العصر؟ محتاج سرعة محتاج ان احنا ندخل direct to the point على طول فاحنا عملنا مسابقة للنصوص المسحة القصيرة ده خلها 222 متسابق تم الوصول لقائمة قصيرة ل69 متسابق ووصل لقائمة قصيرة جدا عشرة هيعلن عن فوز ثلاثة منهم ان شاء الله يعني مش ينفع نقول اسماء عشان الناس بتزعى لكن احنا عندنا ضيوف من حوالي 16 دولة ويكفي ان انا اقول لحضرتك ان كل الضيوف اصلا هم مشاركين بالفعل الاكاديمي وعندنا 46 دولة ممثلة بالندوات وورش وعروض واشياء كثيرة جدا عندنا اربع كتب مهمة عن بيتر بروك عندنا فيلم بيقدم عن مسيرته والحقيقة انه بيتر بروك واحد من اهم من مسحين التجريبين في العالم ويستحق الكثير والكثير عشان هو مخرج تجريبي من الطراز الاول وتوفى من ثلاث شهور واحنا بنعدل المهرجان فكان لا يمكن ان احنا تجاهل هذا الحدث فتم اطلاق اسم الدورة على بيتر بروك احنا بنشتغل لمدة سنة بيخلص المهرجان يعني احنا في حفلة الختام هنطلق استمارة الدورة الجاية ان شاء الله والمحور بتاعها